نحتاج إلى الناس الذين ينبغي على نوع المعارضة للفتنسة لأن الفتنسة للفتنسة للفتنسة هو طموح كل إمرأة رياضية مهما اختلفت وظيفتها والاستثمار الحقيقي يبدأ منذ نعومة الأضافر أطفال أصحاء ومن بعدها نجوم يمثلون ألوان الوطن ومنذ فترة المرأة السعودية تسعى لإثبات وجودها من خلال رياضات متنوعة كنا كذا بنت كنا نلعب فريق هو بس حبينا أنه نسوي فريق أنه ينافس ويكون نفسه يعني نوصل فيه الأبعد مكان شخصية العام الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان أول إمرأة تتبوأ منصبا رياضيا رفيعا عندما أعلن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل شيخ تعين الأميرة ريمة لتكون في منصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسمة النسائية ومن هنا بدأت سعادة المرأة العاشقة للرياضة ومن هنا بدأت الانطلاق القوي للإهتمام بكل التفاصيل ومنها إعلان جديد بالسماح بدخول النساء إلى الملاعب وساعة تفصلنا عن رؤية النواع في المدرجات مع انطلاقة الجولة السابع عاشرة منصب رياضية سيهتم بكل التفاصيل لمرأة ترأس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وخبرة كبيرة في مجالات أخرى ولو مزجت لأعطت الفائدة الكبيرة الرياضة ودورها الحيوي أهم تطرقت إليه الأميرة ريمة الشخصية العامة الرياضية التي استحقت اللقب بامتياز ففي سنة واحدة بدأت الملامح تتضح وبدأت التحديات وعلى لسانهن بدأت الأحلام في طريق تحقيقها ثقافة الرياضة النسائية بيننا كبنات سعوديات قليلة ما كانت منتشرة مرة والآن دي نسائية عندنا قليلة فالآن دي نسائية كثيرة وثقافة الرياضة انتشرت بشكل مضمع بين البنات وموحي أني أكون وحدة من أول اللعبات الباسكبول في سعودية أطلع للمنتخبات ويطلع اسمي روان العمودي العقل السليم في جسم السليم والتوعي عنوان رئيس تفعيل رؤية عشرين ثلاثين وللأميرة ريمة التي تتقن اللغة الأنجليزية مهمة إيصال الرسالة خارج حدود المملكة ومن دبي كانت الرسالة الجميلة والمعبرة لتحديات مستقبلية الغافة يجب أن تكون في المدارس في المكان الأعمال في المكان الأعمال المجتمعية نحن مبنى بدنا على أنها تساعد الشخص أن يمارس في الرياضة الرياضة جزء لا يتجزأ من المجتمع والرياضة طريق لنبدي التعصب والأعمال الخيرية التي ارتبطت أيضا بالأميرة ريمة أحد الأعضاء المؤسسي لجمعية زهر الخيرية لسرطان الثدي وما الحملات التي عرضناها في برنامجنا إلى عنوان بسيط لتحقيق الإنجاز على أرض الواقع أقدر أوجه رسالة لكل مرأة في المملكة العربية السعودية لا تقول أنك مشغولة لأن الأشياء التي تعلمتها في العشر سنين من جميع زهر فادتني كأم فادتني كسيدة في المجتمع فادتني كإنسانة هدفي اليوم أني أواعي الناس على صحتهم ومن مركزها الحادي والثلاثين في قائمة فوربس لأقوى السيدات تأثيرا في العالم العربي سعت الأميرة ريمة ولزالت لتقدم المرأة في أحسن صورة فبعد تأسيسها الرياضة النسوية وتنظيمها وإدخالها في المدارس العامة جاءت دورة على رؤية الحلم يتحقق أصبح بسمه أختارني أنا صراحة شارعي والبنات البطل لأنه أنا أفهم أنه لازم بعض الأحيان أختار شخص يمثل الآخرين فأنا جاي هنا أمثل الآخرين فإذا أنا أبدأت فكلنا أبدأنا رديا صلاحة صدى الملعب